النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من قائدة القوات المسلحة على رأسهم الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيس الهيئة الأندسية ورئيس المنطقة العسكرية المركزية وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه الاجتماع كان بيدور حول مجموعة من المحاور هو مراجعة الوضع والتأكد من الوضع الاستراتيجي على السلاسة اتجاهات الأساسية تجاه الغربي والجنوبي والشرقي وكذلك المجودات العظيمة اللي أثنى عليها الرئيس للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب الحفاظ على مقدرة الدولة المصرية وطالب الرئيس طالب باستمرارية جاهزية القوات المسلحة المصرية وتكون دائما على أهبة الاستعداد لأي أمر يؤدي إلى تهديد الأمن القومي المصري زي ما قال السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي أتصور أن هذا الاجتماع له دلالة التوقيت أيضا له دلالة تصريحات الرئيس وتوجهاته لها أيضا دلالة ترجمة نانسي قنقر